لم يعترفوا أن هي المقاومة التي أوقعت فيهم خسائر في يوم واحد خمسة وعشرين آلية والكثير من القتلى على أنه هو فشل في هذه العملية فكان هم الوحيد أن يصل إلى مستشفى الشفاء وكان يتوقع أن يعمل بروبغاندا في هذا المستشفى سواء وجد فيه مقاتلين أو لم يجد أن يعمل لنفسه قصة كما عمل في مستشفى الأندونيسي قبله وكما عمل في المستشفى التي قبله على أنه يعمل طبعاً مو غريب أنه يعمل قصة ويعمل ويبرجين آس هذه الأمور اللي معهم هي جاهزة قبل أن يدخلوا المستشفى وما عملوا في مستشفى الشفاء يثبت على ضعف القيادة الإسرائيلية وضعف العسكر الإسرائيلي وضعف القتال الإسرائيلي ما يعرض أمامي على الشاشة هو مهمات صح هي مهمات تستخدمها قوات المقاومة ولكن ما هو صعب أن تحذرها القيادة الإسرائيلية أو القوات الإسرائيلية معهم في الدبابات وعندما يريد أن يقوم بنشر هذه القصة أن ينشر هذه الأمور حتى يتبين للعالم أنها واقعية هذا العتاد والسلاح دخل أصلا مع المقاومين في اليوم المبارك السابع من أكتوبر إلى مستوطنات الغلاف واستشهد بعض المقاومين نعم يعني موجود هذا العتاد موجود بأي لحظة وعندهم موجود لكن كمية هذا العتاد وهذه الأسلحة وهي أسلحة نراها يعني هي منتشرة بين أيدي الشعب في بعض المناطق يعني هذه الأسلحة وهذه الكميات هل تشكل مركز قيادة عمليات أسكرية؟ لا 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 حتى ما فيش مركز قيادة العمليات له بناية للجاء الخاصة مركز العمليات هناك قسم استخبارات هناك قسم عمليات هناك قسم إدارة يعني بناء كبير محترم مو بهذا الحجم اللي احنا نشاهده أمامنا اللي وضعوا فيه هذه المهمات فلا يمكن أن يكون هذا الذي يتحدث هذا العقيدة الذي يتحدث عن المهمات هاي ألعن أن تكون فيها مركز قيادة وسيطرة مستشفى يجب أن تكون مركز القيادة والسيطرة أكبر وأوسع من أجل حركة العمليات ويجب أن تكون هناك وإذا دعوا على أنه كان مدخل للأنفاق لم يجدوا هناك مداخل للأنفاق فعادوا يجروا أذيال الخيبة فحتى يخرجوا من هذا المأزق قاموا بهذه القصة البروغاندا وأنا بوجهة نظري أنه أنت قاعد الآن تحمل كلاشن أو موجود معك كم من قطعة سلاح موجودة معهم موجودة هذه قطعة السلاح الموجودة الآن ويعرض فيها هذا العقيد هي لا تشكل سلاحاً حتى مع حارس عمارة يحمل سلاح أكثر من هذا الموجود تصنف أصلاً أسلحة خفيفة نعم خفيفة وغير قادرة على الصمود نعم أثناء حديثنا الاحتلال يعلن عن مقتل اثنين من جنوده وأصابة اثنين بجراحة خطيرة يرتفع العدد إلى 51 منذ بأد العملية البرية في القطع أين وصل الاحتلال على الأرض في قطع غزة يا سيدي الآن أمامنا هذه الخارطة نعم هذه المنطقة هذه المنطقة هاي هي خارج منطقة غزة والتي بدأت منها العمليات العسكرية الآن المنطقة اللي داخل غزة بهذا الشكل وشمال منطقة غزة بهذا الشكل حتى جنوب البريج هذه المنطقة نعم تتواجد فيها القوات الإسرائيلية عند منطقة الشاطئ هنا وهي منطقة مستشفى الشفاء وتل الهواء اللي فيه المستشفى الأردني الذي تعرض مبارح إلى عمليات عسكرية الآن إسرائيل تحاول أن تتجه وعملية خرق جنوب منطقة الشفاء باتجاه منطقة غزة وهناك شارع الجلاء الذي يمتد من أيضا يقسم شمال مدينة غزة هذا الشارع تحاول إسرائيل الوصول إلى من أجل أن تقسم مدينة غزة شمالا باتجاه البحر ثم تسيطر على هذه المنطقة فقامت بعملية خرق في هذه المنطقة وهذا الخرق لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيه ولكن هو خرق على مسافة مئات الأمتار إذن منذ أسبوعين لا يوجد أي تقدم يوجب الحديث عنه في القوات الإسرائيلية هي تناور في مكانها هي تحاول أن تأتي من منطقة البريج وتعمل أيضا كعملية خرق ثم تعود الآن إسرائيل لا زالت حتى هذه المنطقة المؤشرة والتي أشرت عليها على أنها هي مناطق محتلة من قبل إسرائيل لا زالت تتعرض إلى عمليات القوات الإسرائيلية اليوم في نطاق الخطوط التي رسمتها نعم لا تسيطر على كل هذه القطعة من قطاع غزة بما فيها جباليا ومدينة غزة لا يسيري هي تحاول السيطرة على نحن فيه فرق بين السيطرة وما بين الوصول إلى المنطقة نعم هو القوات الإسرائيلية تجاوزت هذه المنطقة التي أشرت عليها في الخط الأحمر القوات الإسرائيلية تجاوزتها ولكن لا زالت هناك في تظهر بين الفينة والأخرى قطاعات وقوات من المقاومة وتقوم بعمليات عسكرية داخل هذه المناطق نعم إذن لم يسيطر عليها بالشكل المزبوط المقاومين موجودين داخل غرف موجودين داخل البيوت موجودين لحد الآن يثبتون على أنهم موجودين لذلك إسرائيل لا زالت تقوم بعمليات قصف في منطقة جباليا في أيضا في منطقة الشاطئ نعم معارك تدور رهيبة جدا البريج المغازي دير البلح خاني يونس هذه المناطق كلها قاعدة تتعرض أيضا مستشفى هنا مستشفى الأندونيسي نعم هذا كلها الآن قاعدة تتعرض إلى عمليات قصف رهيبة جدا نعم بالرغم أن القوات الإسرائيلية جاوزتها دلالة على أنه لا زالت لحد الآن توجد فيها لا تستطيع أن تصلها بر يعني ما يقصف بالطائرات يعني أن الأليات لا تستطيع أن تدخلها أن هناك مقاومة شديدة فيها هناك سيناريو طرح يوم أمس بأن بعد الفشل الاستخباراتي بوجود مقرات أو المقر الرئيس لقيادة حماس أسفل مستشفى الشفاء أن العمليات العسكرية ستنقل إلى الجنوب برأيك هل هذا قابل للتطبيق؟ لا يا سيدي من الصعب جدا أن تنقل مركز العمليات ولكن كعسكريين نعتبر أنه عندنا لا أتحدث عن العمليات العسكرية الإسرائيلية والاعتداء على الشمال اليوم إسرائيل هناك سيناريو يتحدث عن نقل هذه الاعتداءات والتوغل البر إلى الجنوب نعم نعم إسرائيل عندما فصلت غزة إلى إلى اتجاهين نعم عندما فصلت غزة إلى إلى جهتين الجنوب والشمال وتوقعنا منذ البداية أن هناك مقترب أيضا سيأتي من الجنوب وهذا المقترب باتجاه خان يونس نعم وتحدثنا عنه منذ البداية على أن هذا المقترب هو مقترب تضليلي بعد المقترب الأوسط والمقترب الشمالي الأوسط اللي هو باتجاه منطقة البريج والشمالي اللي بيجي من شمال غزة نعم قلنا هذا مقترب هو تضليلي هذا المقترب الآن أصبح مقترب رئيسي ما الهدف منه كتضليلي؟ الهدف كتضليلي من أجل تشتيت قوات المقاومة أنه ما يستخدم ما يتداخلوا مع مع المنطقة الشمالية ولا يقدموا مساعدة إلى المقاومة في المنطقة الشمالية أنه إحنا أيضا في عندنا بالمنطقة الجنوبية في علينا لكن المقاومة أصلا منظمة وموزعة جغرافيا في غزة لو كان الضغط على المنطقة الشمالية كما حدث ولم تنتبه المقاومة ولم تقوم إسرائيل بعزل الشمال على الجنوب لتم إرسال قطاعات من الجنوب من سندة الشمال لأنه إحنا بدينا اليوم الثاني والأربعين ولا زال القتال مستمر في الشمال بصورة كبيرة جدا شريسة نعم القتال البري القتال البري لم تدخل إسرائيل إلى الجنوب لحد الآن لكن إحنا نتوقع بعد هذا القصف أنه تنتقل الآن العمليات إلى المنطقة الجنوبية لكن لن تنتقل بالثقل التي انتقرته في المنطقة الشمالية المنطقة الشمالية منطقة غزة لا زالت في بداية المعركة نعم طيب الأعداد التي يعلن عنها الاحتلال لا تتناسب مع عدد الآليات التي نراها بالفيديو موثقة يتم تدميرها يعني تركيبة جيش الاحتلال وأنت تعلم عن قرب هذا الجيش ما هي تركيبته؟ كيف يستطيع أن يخفي عدد القتلى؟ يا سيدي أحنا كما هو معروف بالعقيدة القتالية الإسرائيلية وكما أعرف عن تنظيم الجيش الإسرائيلي في الجنوب هناك أربع فرق مدرعة اشتركت في المعركة فرقة مدرعة اسمها رقمها 252 نعم ومنها اللواء 12 واللي هو لواء النقب اللي بيسموه لواء النقب وأضيف إليها لواء جفعاتي ولواء الجفعاتي هو من اللواءات المهمة المهمات الخاصة الذي يقاتل داخل المناطق المفنية استدعي ولكن كذرة الخسائر فيه أجبرت إسرائيل عن أن تستدعي لواء آخر وهو لواء الأول جولاني نعم فأصبحت الفرقة أصبحت الموجود الآن داخل غلاف غزة لواء أي دروع زائد لواء مشاء آلي ناقص كتيبة موجودة بالإحتياط مع اللواء الثالث زائد لواءين جفعاتي وجولاني هذا الحجم يعطيني كمية الخسائر التي تخسر الآن هي كمية صحيحة وكمية واقعية لأنه اللواء في 111 دبابة لواء المدرع واللواء المدرع الآخر 111 هي 222 دبابة الآن اللواء الآلي أيضا في 111 ناقل الجنود نعم إذن اتجاوزنا وصلنا إحنا للـ 400 و 450 آلية الإصابات هو قد لا تدمر كلها الإصابات وما يعلن عنه جنود جنود الاحتلال هل كلهم إسرائيليون أن هناك مرتزقة نعم هناك من يقول أن هناك لقطاء بينهم آه وردت أخبار كثيرة على أنه أنه هناك في مرتزقة جولة إسرائيل ووردت أن ناس وأنه في بعض وشاهدنا فيديو أن شخص هو من هو يهودي وقاتل في أوكرانيا وصور في أوكرانيا وهو يقاتل وأتى إلى إسرائيل يقاتل أنا معرفتي في الاحتياط الإسرائيلي وكيفية دعوة الاحتياط الإسرائيلي إسرائيل لديها آآ آآ خطي احتياط الخط الأول كل الأشخاص اللي يغادروا القوات المسلحة يبقى في الاحتياط ويتدرب شهر لمدة آآ لما يسر عموث أربعة واربعين عام نعم ثم يحول إلى وحدات العجائز بسموهم نعم من الأربعة واربعين للخمس وخمسين سنة وحدات العجائز الآن أي شخص يعرف إذا دعي للاحتياط أين يذهب ولا بأي وين كتبته وماذا يعمل سائق دبابة آمر دبابة يتحرك مباشرة إلى الفرقة طبعه آآ هو هما قالوا مرتزقة لأنه ما أتاهم هما يهود أولا لم يأتي أي شخص من جنسية أخرى ولكن لو كان يهودي ويحمل جنسية أوكرانية هو يهودي ولو كان يهودي المرتزقة أن تكون أنت لا تحمل دين أو جنسية البلد اللي أنت فيها وتأتي لتقاتل فيها نعم أنما التي أدى إلى إسرائيل وما كلهم يهودي ولكن هما احتياط متواجدين في أوروبا في أمريكا في أوروبا الشرقية في روسيا وعندما يستدعو للإحتياط ما يقدر يتأخر عليها أن يعود وإلا إلى السجن جميل طيب سيدي السيناريو المتوقع خلال الأيام القادمة في مستشفى الشفاء مستشفى الشفاء انتهى مستشفى الشفاء انتهى ماذا سيحدث كيف انتهى انتهى الآن لأن القوات الإسرائيلية الآن تأكدت من كل الموجود موجود فيه سيغادروا هذا المستشفى ومن ثم إذا كانت هناك قواطعاتهم ستبقى في منطقة المستشفى خارج منطقة المستشفى من أجل تسيطر عليهم أن المستشفى مدخل إلى مدينة غزة سيتم تفريغ المستشفى بالكامل ما أتوقع لا أتوقع سيبقى المرضى والنازحون ستبقى موجود فيه وهم أوعدوا ولكن هم كذبين ويخلوا بالوعود أنهم سيحضروا الخداجات مشان الأطفال والله أعلم ماذا سيحدث إنما المستشفى لن يخلق لأنه عبئ كبير إذا أخلي نعم والآن أن تقدم أنت إلى مساعدات طبية نعم وإذ تقدم إلى أنت مساعدات طبية هو الأفضل أنك تكون أنت موجود إذا نعم طيب يعني إذن في مجمع الشفاء الطبي ستتواصل عمليات العسكرية نعم سيحاولون أن يدسوا المزيد من الأدلة ما أتوقع أن لديهم أكثر من يعني هذه الأدلة أثارت سخرية أصلا عند المعلقين الإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي يعني سخروا من الحكومة من الجيش من هذا الإنجاز العظيم لكن اليوم هناك أنباع عن دخول جرفات عسكرية إلى مجمع الشفاء يعني هل برأيك ستقوم هذه الجرفات بحفر ربما ما يشبه لأنفاق بحفر مقرات تحت أرضية لكي يتهموا فيها المقاومة هم لازالوا لازالوا مش مقتنعين على أنه مجمع الشفاء ما في أي شيء ما في أي شيء من رجال المقاومة ولا ولا بعيد عن الأنفاق نعم فأعطينا الشفاء الشفاء نعم فهما يعتقدوا لحد الآن أن هذا المستشفى لازال يوجد بدوائر وحواليه راح يوجد هناك أدفاق وهم يحضروا هذه المعدات من أجل من أجل البحث عن رجال المقاومة نعم سيدي قبل قليل تأكدنا من معلومة من الدكتور تيسير محيسن وهو مستشار المكتب الأعلامي الحكومي في غزة كان معنا عبر الهاتف وأكد لنا أن المبنى الذي صوره الاحتلال وأن تحته مقرات لقيادة حماس هو مبنى أنشئة بفترة سيطرة إسرائيل على قطاع غزة وقبل أن تنسحب ويقول أنه ربما كان هناك طوابق تحت أرضية في هذا المجمع أو القبو الكبير الموجود فيه وهو إنشاء إسرائيلي أصلا نعم أكيد إسرائيل تعرف جيدا حتى لو ما لم تكون إنشاءته تعرف جيدا مخططات هذا المستشفى لأنه بني من قبل أن من السنوات قبل أن تنسح من غزة نعم وقبل أن تنسح من غزة وهي بتعرف ماذا يوجد في هذا البناء الآن هذا البناء اللي أمامنا هو مستشفى الشفاء نعم مستشفى الشفاء نعم هذا يؤدي في طريقه باتجاه مدينة غزة فلذلك المنطقة المحيطة في هذا المستشفى لن تتركه إسرائيل فراق نعم ستبقى مسيطرة عليه وخاصة المنطقة الشمالية هذه وهذه المؤدية إلى قطعاته نعم هذه المنطقة إسرائيل لن تتركها نهائيا وهذا البناء هو من وجهة نظري أنا ستبقى في إسرائيل بقطعات بسيطة جدا أو قوات بسيطة جدا في كل المجمع نعم في كل المجمع حتى لا يعاد استخدامه مرة أخرى من أي من أي يعني ما هو لم يستخدم أصلا إغراض عسكرية ولم يستطيعوا إثبات ذلك هما ما ثبتوا ذلك ولن 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 تستطيع أن تؤكد أنهم هما أنهم كانوا يستخدموا أو لا فهي جاءت في فترة أنه التحذيرات ولم يجدوا أي شيء أمامهم فهم الآن يخشوا أنت لما أنت لما تتجاوز المستشفى الآن ممكن أن تعود إليه حماس سيد هل هل نتعامل اليوم مع مبدأ الغريق يتعلق بقشه هل يبحث عن أي انتصار أو رائحة انتصار أي مبرر أي رائحة انتصار الجيش الإسرائيلي الآن هو واقع في مستنقع غزة كما تحددت قبل فترة الآن يصعب عليه أن أن يخرج من هذا المستنقع محاصرة مستشفى هل هي عملية عسكرية أم عملية إرهابية لا هي عملية إرهابية بحتة وعملية لرد الاعتبار ولكون مستشفى غزة مستشفى الشفاء له اعتبارات كبيرة منه هو رمز لأهل غزة بهذا المستشفى وفي هذا الصنع الكبير كانت المقابلات التلفزيونية كانت تصدر من هذا المستشفى الاهتمام كان كل في المستشفى الناس لجأت إلى المستشفى خوفا من أن تصاب فلذلك له رمزية كبيرة عندما إسرائيل احتلته ولكن وجدوا أنهم لا يسوى ماذا قاموا به وماذا خسروا لهذه الرمزية التي هم قاموا به طيب واحتلوا مجمع الشفاء بشكل كامل هل هي نهاية المقاومة أم بداية أصلا حرب البرية لحد الآن احنا ما بدينا معركة غزة كغزة لحد الآن معركة غزة تبدأ بعد أن انتهى مسألة مستشفى الشفاء الآن الاتجاه جنوبا قصف مدفعي وجوي وبدأ بالدخول من المنطقة التي أشرنا إليها في منطقة خان يونس ولكن غزة الألوية الألوية الموجودة في غزة الآن هما لوائين المهمات الخاصة وإذا شفت أن الخسائر كلها تقع نعم في رجال الألوية الخاصة لأنهم غير محميين بالدرع غير محميين بالرجال المقاومة ننتظر ماذا يعني ستحمله الأيام القادمة نتابع هذه التفاصيل المتسارعة والجرائم المتكررة والتي لا تنتهي منذ واحد وأربعين يوم في غزة بدي أشكر وجدك معنا الخبير العسكري والإستراتيجي ضيف الله دابوب شكرا جزيلا لك شكرا لك